السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصل مشاكة كثيرة بين الشركات التي شغلها في مجال البيم هو يعمل بانتداد أو يعمل بإستنشن معين والتاني يعمل بإستنشن ثاني فعشان كده اتفعوا ان هناك صيغة معينة نقدر نتبادل بيانات من خلالها فاتفعوا على صيغة اسمها IFC وفيه كده صيغة ثانية لكن هذه الأشهر في الشغل بين البرامج يعني عندما تشغل على تكلا وعايز تدي الشغل لحد شغال معماري على الاركي كاد أو الريفت فانت بصدر الافتي هو يقدر يعمل له امبورد فبنلاقي هنا الشركات والبرامج اللي شغالها كلها زي الريفت زي الماجي كاد زي اركي كاد في عند نقاتين بريكس كاد في كل دي بقيت معتمدة الماجي كاد كل دول معتمدين بحيث ان انت تستدر وتستورد من خلال IFC بدون اي مشاكل خالص ممكن فيه برنامج يكون بيعمل الخاصية دي ويش موجود في الطائمة يبقى هو بيقدر يحقق الشرط لكن البلدنج سمارت اللي هي المنظمة اللي لعمل IFC حتى الآن ما وفقتش على الطلب بتاعه او شايف ان هو محتاج تعديل او شايف ان فيه حاجة نقصة ممكن يكون حاجة جرافيكس او حاجة شكل اي اقوان مش عجبهم يعني فيه مراحل كده عشان يوافق ان هو ينضم ليه القايمة او ما عملش بلوس فده القايمة ديت لو انت عايز تتأكد من ان البرنامج اللي انت شغال عليه بيقدر يصدر ويستورد من IFC حتى لو مرتوش حاول انت اتجرب بنفسك وتتأكد من الموضع ده زي بس فكتوروركس موجودة تمام والبلين فان شاء الله تلاقي البرنامج اللي انت شغال عليه ويتقدر تتعمل معه بشكل سهل ده جزء من الابن بيب